ما هي حالة الإكراه؟ حالة الإكراه أي أن ينطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه أي مما يؤدي إلى الموت فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر والمكره هو الذي هدده غيره بالقتل إن لم يأتي بالكفر وكان هذا الغير قادرا على تنفيذ تهديده وهو أي المكره يصدقه أنه يفعل ولا يجد أي المكره طريقة للخلاص إلا بالإتيان بما طلب منه وأما غير المكره فلا يشترط للحكم عليه بالكفر إن شراح الصدر فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير منشرح الصدر أي وإن كان غير راض بالكفر ولا قصد أن يكفر وأما ما ذكره الضال سيد سابق المصري في كتابه المسمى فقه السنة أن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا شرح صدره بالكفر واطمئن قلبه به ودخل في دين غير الإسلام بالفعل فهو باطل لأنه جعل بقوله هذا كل العباد في حكم المكره والله تعالى استثنى المكره في كتابه بحكم خاص قال تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي أن المكره إذا نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه غضب من الله لماذا؟ لأنه لم يكفر ولم يعصي ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله سواء شكرا